جداً حدثني الشيخ محمد الحمد يقول في واحد من أهل الزلفي أظن يقول لازم وانده في المستشفى سبع سنوات وينام معاه ويروح معاه طبعاً كان يطببه ويذهب معاه ويطلعه وإذا طلع من المستشفى راح معاه وإذا نام في المستشفى ينام معاه يقول أبوه مشروعة إذا عزموه ربعة قال باجينا أبوي أي أبوه مشروعة خلاص والناس احترموا هذا المشروع يا جماعة صاحب المشروع مثل سيارة الإسعاف الكل يفسح له الطريق لأنه يعرفون جدية يعرفون التزامة يعرفون أنه لا يخرج للفرجة ولا للتفاهات ما يطلع يتمشى فإذا سمعوا وراءوا سيارة الإسعاف الجميع يفسح لها إذا كشف اللي عنده مثلاً يعدي ذاكر امتحانات ولا جالس يحضر ماجستير البيت وأصدقاءه الكل يعذره لأنه مثل سيارة الإسعاف يقول هذا سبع سنوات بهذه الطريقة يقول توفي أبوه يقول جيت سلمت عليها احتضنت في المقبرة يقول فقلت له ذهب الضمع وابتلت العروق وثبت العجر إن شاء الله فعلاً بعض المشاريع شاقة يعني لا يتصور الإنسان أن المشروع أنه كنب وفير وسمعة وتصدر وقطف ثمار عاجلة لا 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 بعض الأشياء لا ترى أصلاً لها أثر ترجمة نانسي قنقر